قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فالستر خلق يورث المحبة ويثمر حسن الظن ويطفئ نار الفساد به تحفظ الأمة ترابطها وبنيانها وبه تقوم الأخلاق ويبقى لها كيانها والمسلم مطالب بستر عيوب الناس وعوراتهم والتغاضي عن زلاتهم وسيئاتهم بل هو مطالب بالستر على نفسه كذلك إن أذنب أو أخطأ قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عمل ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه وقد حض الشرع على الستر وجعل عاقبته الستر في الآخرة وحذر أشد التحذير من تتبع العورات والتماس العثرات وجعل عاقبته الفضيحة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته والستر المندوب إليه هو السطر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن لا يعرف بالأذى والفساد فأما المجاهر بالمعاصي المعروف بذلك فليس أهلا للستر بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة أكبر لأن السطر على هذا يطمعه في الإيذاء والزيادة في الفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله ولخلق السطر ثمرات منها نشر المحبة والألفة بين الناس إعانة العاصي على التوبة إلى الله ولو فضح لكان في هذا إعانة للشيطان عليه علاج اجتماعي تختفي تحته كثير من أمراض المجتمع فلا تنتشر أن فضح الناس خاصة أهل الفضل منهم إن بدت منهم زلة أو هفوة يجرئ الآخرين على المعاصي أن المتخلق به تزكو نفسه ويرضى عنه ربه ويستره في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة